موسيقى أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري للروض الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب ادعو الإله ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجي واطلب بها واطلب بها ما ترتدي منه تجد أوفى نصيب الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمداد الرحيم المصر انا صلى على رسول الله شمس لا تغيب إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَمْسٌ لَا تَغِيْبٌ أَمَّرٍ عَظِيمٍ أَوْ عَصِيبٌ فَابْدَأْ دُعَاءَكَ وَاخْتَتِمْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيبِ إِنَّ بِي صَلُّوا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ الله الحقيقة زي بانتوا سمعتوا مفيش أفضل من الصلاوات على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العام الهجري الجديد ودي بداية جديدة لسنة جديدة يا رب ربنا يرزقنا خيرها ويبعد عندنا كل شرها يا رب اللهم أمين النهاردة حلقتنا خاصة كل عام وحضراتكم بخير يعني هنحتفل معاكم بطريقتنا الخاصة بالعام الهجري الجديد وأول يوم من السنة الهجرية الجديدة وطبعا أكيد هنعرف أكتر ومعلومات كتير أكتر والدروس المستفادة عن هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ضيفنا اللي بينوارنا في الفقرة الأولانية طبعا زي ما أنتوا عارفين أن احنا عادة بيكون معانا أخبار وبيكون معانا فقرات ولكن النهاردة بما أننا في احتفال وبنحتفل بالعام الجديد كان لازم نبتدي ببركة وتحل علينا ببركة العام الجديد ونستفيد أكتر ودايما لما بنتكلم في الاستفادة أكيد لازم يكون معانا شيخ من علماء الأزهر بينوارنا في الفقرة الأولى الشيخ عيد محمد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف أهلا بيك معانا يا مولانا وانوارنا وكل سنة وفضلتك طيب أهلا وسهلا مرحبا بحضرتك وبأسرة البرنامج الكرام وحضرتك والسادة المشاهدين الكرام والأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة قيادة وشعبا بكل الخير والسعادة والبركة والتوفيق إن شاء الله اللهم أمين مولانا يمكن أهم حاجة بتخطر على بالنا وإحنا بنبدأ عام هجري جديد إزاي ممكن نستفيد من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة والدروس المستفيدة اللي ممكن نطبقها على حياتنا دلوقتي وممكن تكون إحنا بناخفل عنها أو بعيدة عن فكرنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت حدثا تاريخيا عظيما من أجل ذلك كان التأريخ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الهجري في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بدأ الولاة على الأمصار يرسلون إليه نرسل كتابنا هذا في ربيع ربيع الأول في جمادة فهو يقول في أي عام هذا يعني هذه الرسالة من العام الماضي أم من العام الحالي فلا يعلم وطلب الكثير من الصحابة رضي الله عليهم أن يكون هناك تأريخا كانوا في القدم يؤرخون بالأحداث العظمى يقولون العام العاشر بعد حدثة الفيل ووقع الاختيار الصحابة رضي الله عليهم بالمشورة قالوا ربما نؤرخ بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآخرون بوفاته صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا عمر رضي الله عنه قال الهجرة كانت حذثا فارقا فرق الله به بين الحق والباطل وكانت انطلاقة الدعوة وانطلاقة الرسالة المحمدية من حدثة الهجرة فأرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما الذي نستفيده من الهجرة فلا يحصره العد ولا السرد إذا أردنا أن نأخذ على سبيل القصر للحصر نقول بداية لا بد أن تكون هناك ثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى في أي أمر يقوم الإنسان به سبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة وهو في الطريق لحق به بعد أن رصدت قريش مئة ناقة مئة ناقة كانت ثروة عظمى اللي عنده جمل في هذا الزمان كان يعتبر من أصحاب المال يعتبر غني غني فما بالك بمن يملك مئة ناقة فرصدت قريش مئة ناقة لمن يأتي برسول الله وأبا بكر أو أحدهما ولحق بهما سراقة ابن مالك اسمحي لي أن أقول سيدنا سراقة رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يطلب رسول الله يعني يجيب سيدنا النبي حي أو ميت عشان يأخذ المئة ناقة فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلحق بسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر إن سراقة خلفنا رسول الله يكاد يدركنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فلما أراد أن يقترب من رسول الله وتضاءل الفارق بينهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفيه الله شر هذا القادم إليه له سراقة فغاصت قدم فرسه في الرمال فقال الغوث الغوث يا محمد النجاة النجاة الأمان الأمان قال نعطيك الأمان اللي جاي يطلب رقبة سيدنا رسول الله هو الآن يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شف الثقة باللبة قال فعد يا سراقة قال قريش جعلت جعلا كبيرا لما أن يأتي بك يا محمد وأبي بكر قال لك سواري كسرة سواري كسرة في زمان سيدنا لبس صلم لسه ما وصلش للمدينة ولسه الدولة الإسلامية لم تقم ولا يعرف من الذي ينتظره غدا لكن ثقة بالله قال لك سواري كسرة قال لي يا محمد أنت تفر الآن من قريش أنت وأبو بكر وهم يطلبونك وأنت تعدوني بسواري كسرة فوافق وعاد على ذلك أبلته قريش قال إني أكفيكم هذه الجهة ليس فيها أحد شف الثقة بالله سبحانه وتعالى من دروس الهجرة أيضا أن يخطط الإنسان جيدا لعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأمر من الله بالهجرة ذهب إلى بيت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضا تقول السيدة عيشة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة في حر الهواجب يعني ما فيش عدي بيجي في هذا الوقت أبدا للناس فوجدنا رسول الله على الباب من قال محمد ففتحنا له قال يا أبا بكر إني أريدك منفردا عايز أتكلم معاك قال ما فيش عدي غريب يا رسول الله دي بنتي ودي بنتي وأمر مش بعيد قال إن الله أذن لي بالهجرة فبكى أبا بكر فرحا قالت السيدة عيشة ما كنت أعلم أن أحدا يبكي فرحا إلا بعدما رأيت أبا بكر يبكي فرحا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعد الراحلتين قال يا رسول الله أعددت الراحلتين والزاد والمتاع وكيت وكيت قال بثمانها هاخد الراحلة دي يبقى أعطيك ثمانها فوافق أبو بكر حتى ينال الصحبة مع رسول الله ويمشي في الطريق وهما في الطريق برضو من التخطيط الجيد أن سبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ طريق الساحل بعيد عن الطريق الذي تعرفه قريش وبكده حصل تموين يختار محطة للركون قليلا حتى يعني تهدأ قريش ويهدؤون في الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غار ثور يختار عامر بن فهيرة ليضيع الآثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أسماء تأتيهم بالطعام وعبد الله يأتيهم بالأخبار كل واحد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتطل مهم ما يعملها عبد الله بن أريقة وهو من اليهود كان دليلا رجل خريت يعرف الطرق أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدله على أقصر الطرق وحتى يكون الطريق في مأمن فتخلي كل هذه الأمور ليست عبثا مع أن الله كان قادرا سبحانه وتعالى ولا يزال على أن يحمل رسول الله كما حمله في الهجرة كما حمله في الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلية ثم يعيده لكن أبدا الله يريد أن يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل لا يعني التواكل التوكل يعني الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وانصرف وانطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الطريق من البشائر التي هلت أن نهاية الصبر جبر اصبر وستجد من الله ما يصرك لأننا ما وجدنا من الله إلا كل خير فما ظنكم برب العالمين في الطريق قابل صلى الله عليه وسلم رجلا في قبيلته وأهله وعشيرته يسمى بريدة بن الحسين رضي الله عنه وارضاه وكان في ثمانين رجل من قومه تخيل أنهم جميعهم بعد أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام أسلموا جميعا بريدة بن الحسين وثمانين من قومه تخيل حضرتك عمر الدعوة المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة تلتاشر عام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه لعبادة الله ما أمن إلا ما يقرب من مية واربعتاشر فرد في دعوة تلتاشر سنة وفي لحظة واحدة يجبر الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين رجل وقائدهم اللي هو بريدة بن الحسين فيسلمون على يد رسول الله ويصلي بهم رسول الله صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم وينطلق فيجد عجبا يجد خيمة بلغ الجوع والعطش برسول الله وأبوك كل مبلغ فيجد خيمة مهترئة فاقتربوا منها فإذا امرأة قالوا أين زوجك قالت خرج بالغنم يعني يريد المرعة قال صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام قالت لا هل عندكم من شراب بعض اللبن قالوا لا قالت لا فنظر صلى الله عليه وسلم فإذا هناك عنزة صغيرة من الشاه يعني ضعيفة جدا وصغيرة جدا وهزيلة جدا قالت منعها هزلها أنها ضعيفة جدا لا لم تخرج مع إخوتها لأنها هزيلة وضعيفة فقال صلى الله عليه وسلم تسمحين لي أن هي لا تحلب لم يقع عليها الفحر هي لم تنجب أصلا من قبل حتى يكون في ضرعها لبن فهذه لم تعطيك لبن فقال اسمحي لي أو إذن لي قالت أذنت فأمسكها صلى الله عليه وسلم ودعا ربه ومسح على ضرعها ففاضت باللبن فجاءت بكل الآلية التي تملكها فملأتها باللبن شرب صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر من الصديق وأعطاها ما تبقى لما مشي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وترك أم معبد وانطلق زجها رجع فوجد اللبن والخير كثير في بيته من أين لك هذا؟ قالت رأيت عجبا رجل صفته كذا وكذا وكذا وظلت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتواضع ولا بكذا وإذا ابتسم هل النور وإذا أقبل هل السرور فضل التوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم قال والله إن الذي أتاك ليس رجلا عاديا إنه نبي بني أمية الذي كذبته قريش حلت بدارنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن الخير كل الخير في اتباع هذا الرجل خيالي ويتصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما رأت رسول الله إلا بضع لحظات وانطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد تثبيت من الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ينصر الله سيدنا صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذه اللحظة التي نرى فيها جل ومن أجل وأعظم لحظات التضحية في التاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكة يريد أن يختبئ في غار بعض الوقت فنرى مشهد قبل الغار في الطريق سيدنا أبوكر الصديق تارة يمشي عن يمين رسول الله وتارة عن شماله وتارة من أمامه وتارة من خلفه فسيدنا النبي يقول له اهدوك قال يا رسول الله أخاف عليك من الرصد أخاف عليك أن ينالوك غدرا يا رسول الله أنا إن ميت فأنا فرد في هذه الأمة أما إن ميت أنت فأنت أمة بأكملها يا رسول الله يريد النبي أن يدخل الغار ليرتاح فيه حتى يهدأ الطلب عليه صلى الله عليه وسلم فيقول انتظر يا رسول الله بالله عليك لا تدخل حتى أكون أول من يدخل ما هذا أليس من الأدب أن يتقدم رسول الله أولا يقول لا انتظر حتى أؤمن الغار ربما يكون هناك شيء من الهوام أو الدواب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يدخل فيجد هذه الثغرات وهذه الفتحات وهذه الجحور في هذا الغار فيبدأ أن يسدها حتى لم يجد حجرا فبدأ يمزق من ثيابه حتى يسد هذه الفتحات إلا موضع جحرين لن يجد ما يسده يسده ما به فلما فرش رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام عليه واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسادة فنم في حجر سيدنا أبو بكر الصديق وأبو بكر حاطت قدمه على هاتان الفتحتان عشان ما يحصلش ما يخرجش منهم شيء حي أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة لدغ سيدنا أبو بكر الصديق هذه الفدائية وهذه التضحية العظيمة لما لدغ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يريد ان يخبر رسول الله ويقلق منام رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق من مكة لحد المدينة عبر الساحل تقريبا كده استدتنا ما يقرب من 450 كيلو يسيرهم صلى الله عليه وسلم على قدميه هو ابوكر الصديق فلما حدث هذا اللضغ فهم سيدنا ابو بكر يمسك نفسه عشان ما يصحيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة التألم نزلت وفرت دمعة ساخنة حارة من عيني أبي بكر نزلت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقضت قال ألدغت يا أبا بكر قال نعم يا رسول الله لدغت فيقوم صلى الله عليه وسلم يقول أرني موضع اللدغة فيأخذ صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف فيضعه على هذا المكان الذي لدغ فيه فلم يجد أبا بكر شيئا من أثر هذه اللدغة ببركة ريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمر السير وينطلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهنا على مشارف هذه المدينة التي كانت تثمى يسربا أو يثربا هذه المدينة لم تكن تعرف الأنوار إلا بقدومه صلى الله عليه وسلم ذهب صلى الله عليه وسلم وعلم أهل المدينة بقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأوا ينتظرون يوم بعد يوم ينتظرون من الصباح حتى المساء ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى جاء رجل من اليهود وكان على نخلة له يوما وإذ بالنهار بدأ أن يذهب النهار والشمس بدأت أن تغيب فإذ به يجد نفرا قادمون في وقت لا يحضر فيه مسافرون وبالتدقيق إذ هم ليسوا من أهل البلد إذن فهو رسول الله فنادى على الناس يا أهل المدينة هذا جدكم قد ظهر جدكم يعني حظكم يعني سعادتكم قد جاءت فخرجوا جميعا يستقبلون سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يتهافتون هم آمنوا برسول الله ولم يرواه في كل مرة كانت بتأتي الوفود إلى مكة يأتون فيعرض عليهم رسول الله الإسلام ما هو رحل الطائف فآذوه صلى الله عليه وسلم وضربوه صلى الله عليه وسلم وسبوه بأبيه وأمي ونفسي وروحي وما أملك صلى الله عليه وسلم فتخيالي أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستقبال من أناس ما رأوه من قبل فيرحبون بالسيدنا صلى الله عليه وسلم وكل واحد يمسك يعني لجام الداب يريد أن يأخذها إلى بيته قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة الله أمرها فتحل حيث أمرها سبحانه وتعالى وتذهب وتذهب الراحلة اللي هي ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفت عند مكان لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه واتخذه صلى الله عليه وسلم مسكنا حتى اشترى أرضه صلى الله عليه وسلم التي بنى عليها مسجدة والتي بنى عليها بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واهتم صلى الله عليه وسلم بداية بعد أن ذهب إلى المدينة أولا ببناء المسجد عشان يقول لنا دور العبادة في صفاء القلوب ونقاء الروح والاتصال بالله سبحانه وتعالى هو اللي هيعمل عملية إنقاذ لحياة هذه الأمة من الضرج مولانا العايزة أقف عند هنا وعايزة أحيي حضرتك ويمكن أنا قلت الكلام ده في بداية الحلقة أنه لما بيكون عندنا عالم من علماء الأظهر بيكون ليهم إحساس تاني وبيكون ليهم طريقة تانية في سرد الأحداث وحتى حضرتك وإنت بتحكي وبتقول لنا إيه الدروس المستفادة يعني تخلي الواحد بيفكر ويسرح في قد إيه في معاني كتيرة ممكن نكون مش مركزين فيها في دروس كتيرة ممكن نستفيد فيها ولكن الطريقة اللي حضرتك بتسرد بها المواقف والأحداث بتخلي الواحد متشوق أن هو يعرف أكتر وعشان كده يعني يمكن من خلال برنامجنا عايزين دعوة لعلماء الأظهر الذين يتسمون بالقدرة على الإلقاء والقدرة على سرد الأحداث والقدرة على الإقناع لأنه الدور ده أساسي في مجتمعنا وخاصة أن شبابنا دلوقتي منفتح على العالم بشكل كبير جدا واحنا بنحارب يعني احنا بنحارب عشان أولادنا يتمسكوا بدينهم ويتمسكوا بتعليم دينهم ويتعلموا من القصص اللي حضرتك بتقولها وربنا يبرك فيك وفي القبول اللي عندك لأنه بجد ماشاء الله وإنت بتحكي أنا حاسة أن أنا سرحت والواحد يعني يكفي أن احنا نسمع التفاصيل اللي ممكن تفيدنا في حياتنا أنا عايزة أمشي مع حضرتك خطوة بخطوة إحنا لغاية دلوقتي يعني للأسف إحنا وقتنا قليل ولكن أنا عايزة أقول سريعا الدروس اللي إحنا استفادنا بيا لغاية دلوقتي أولا الإيمان بالله ثانيا وثقت بالله ثانيا التخطيط الجيد التوكل على الله وليس التواكل وأيضا كمان التضحية ويعني والوفاء يعني كل دي دروس إحنا لسا بنتعلم ولكن يعني نفسي أن الوقت يكون فيه بركة زي ما البركة حلّة كده علينا في الستوديو عايزين نسمع الصوت حضرتك زي ما سمعنا في الأول لأن إحنا للأسف وقتنا خلص سريعا أنا يعني بجد بجد مستمتع جدا ويمكن حظي حلو إن في أول يوم في السنة الهجرية الجديدة يكون فيه بركة ونور معنا في الستوديو نورتني وأنا اتشرفت بحضرتك وكل سنة بحضرتك طيب وزي ما بدينا عايزين نختم بمسك الختام وأيضا كمان أي إنشاد بما إننا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا يعني ولست أهلا لأن أتحدث عن سيدي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم فاسمحي لي أن أتقدم باعتذار لسيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام حضرته وحين تحدثت عنه ولست أهلا لذلك فأقول وبالله التوفيق عذرا رسول الله عذرا رسول الله عذرا رسول الله عذرا رسول الله جاءت قديما ذروة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله 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 لو قلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية في وصف طهام اكتفى والله والله لو ماء البحار لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى والله والله لو قبر النبي لو قبر النبي تفجرت انواره لا البدر ولا واختفى يكفيه لقيا يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه شرفا يكفيه شرفا وفخرا ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا اللهم صل وسلم وبارك عليك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة